الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتة أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء حياكم الله وبارك فيكم هذا سائل يقول فضيلة الشيخ أرجو أن تقفوا مع الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في هذه الآية الكريمة ذكر الله للمؤمنين معها ثلاث مراحل مرحلها الأولى حينما نزل أولها وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله شق ذلك على الصحابة مشقة عظيمة إذا كانوا يحاسبون على ما خفي في النفوس فإن هذه مشقة عليهم شديدة وصعبة لأنه قل من يسلم من حديث النفس وهو أساوس النفس فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأنهم لا يطيقون ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم وهذه المرحلة الثانية أتريدون أن تقولوا كما قال بني إسرائيل سمعنا وعصينا ولكن قولوا سمعنا وأطعنا فلما وقر ذلك عندهم وثبت أنهم يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى وإن كان شاقا عليهم بل يمتثلونه طاعة لله سبحانه وتعالى نسخ الله ذلك بقوله لا يكلف الله وهذه المرحلة الثالثة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فأول الآية فيه مشقة على المسلمين ووسطها فيه تسليم لأمر الله ورسوله وإن كان فيه مشقة الأمر الثالث فيه نسخ ذلك والتسهيل على المسلمين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت إلى آخر السورة وفي كل فقرة يقول الله جل وعلا قد فعلت قد فعلت نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هل الإيمان يزيد وينقص وما الدليل في ذلك فضيلة الشيخ وما الذي يزيد في الإيمان الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيه الدليل الزيادة قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ففي هذه الآية أن الإيمان يزيد وينقص إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وهذا دليل الزيادة دليل النقصان في الإيمان قول الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فدل على أن الإيمان قد يضعف ويكون مثقال حبة خردل قال صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان وفي رواية ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل دل على أنه يزيد حتى يكون كالجبال وأنه ينقص حتى يكون كحبة الخردل فالإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة والجماعة لأدلة كثيرة منها هذه الآية الكريمة وهي واضحة ومنها قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها قول وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فدل على أن الإيمان له أعلى وله أدنى وليس هو على حد سوى في قلوب الناس وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص مرجئة العقيدة معروفون وهم فرقة ظالة في فهمهم نعم هذه أم محمد أرسلت بتستفسر عن حديث شيخ من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة نعم الحديث صحيح ذابت فيه أن قوما جاءوا ظاهر عليهم الفقر والفاقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون عليه الحال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن فاجتمعوا اجتمعوا وصلى بهم ثم حثهم على الصدقة حثهم على الصدقة لأجل هؤلاء المحتاجين فجاء رجل بصرة من الذهب قد عجزت عنها يده أو كادت أن تعجز فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة يعني تتابع الناس لما رأوا هذا الرجل تتابعوا في صدقاتهم فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومعنى سن في الإسلام أي عمل بالسنة وليس معناه أنه يحدث شيئا ليس مشروعا وإنما معناه أنه عمل بالسنة وبادر فتبادر الناس فهو صار قدوة لهم صار قدوة لهم هذا معنى الحديث من سن في الإسلام يعني من عمل بالسنة وأظهرها وقلده الناس في ذلك وتابعوه فهذا سن في الإسلام سنة حسنة هذا سوداني يقول بالنسبة للمواقيت لمن أراد الحج والعمرة فأنا من السودان وكان حجزي على المدينة فأحرمت عندما وصلت من المدينة إلى أين وصل؟ وصل إلى المدينة قبل أن يذهب إلى مكة نعم هو حكم حكم أهل المدينة يحرم من ميقاتهم وهو ذو الحليفة يحرم من ميقات أهل المدينة نعم أحسن الله إليكم من تجاوز يا شيخ صالح هذه المواقيت فماذا عليه؟ من تجاوزها ولم يحرم فإنه يجب عليه الرجوع إليها والإحرام منها وأما من تجاوزها وأحرم فإحرامه صحيح ولكن يكون عليه فدية عن تجاوز الميقات وهي شاة تجزئ في الأضحية اذبحها في مكة ويوزع لحمها على الفقراء لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات نعم هذا سائل يقول بأنه مولع بالصيدة فضيلة الشيخ ونصطاد في البراري متى يذكر اسم الله على هذه؟ وإذا لم يتسنى لنا الذكر فماذا علينا؟ يذكر الله عند إرسال السهم أو إرسال الجارحة وهي الطير الجارحة الذي يصطاد به كالسقر أو الحيوان الذي يصطاد به كالكلب يذكر اسم الله عند إرسال إذا رأى الصيد إذا رأى الصيد يرسل الجارحة أو السهم إليه ويذكر اسم الله عند ذلك نعم أحسن الله ليكم لقوله سبحانه وتعالى لقوله سبحانه وتعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فاذكر اسم الله عليها يعني عند إرسالها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله فكل هذه السائلة التي أرسلت بمجموعة من الأسئلة تقول في الآية يا شيخ فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم المراد بالخلاق النصيب يعني استمتعوا بنصيبهم من الدنيا واقتصروا عليه ولم ترتفع طماعهم إلى ما في الآخرة وهذه صفة المنافقين الذين يعملون من أجل الدنيا وأما أهل الإيمان فهم يعملون من أجل الآخرة سواء حصل لهم طمع أو لم يحصل لهم طمع يعملون من أجل الله سبحانه وتعالى استمتعوا بخلاقهم يعني من قبلنا بنصيبهم من الدنيا وانشغلوا بها فاستمتعتم بخلاقكم أي بنصيبكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وهذا ذم من الله سبحانه وتعالى لمحبة الدنيا والانشغال بها والتلذذ بها والإعراض عن الآخرة والعمل لها نعم سؤالها الثانية شيخ تقول من كان في قلبه شيء من المرض فكيف يتخلص منه وقد قال الله تبارك وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا هذه الآية في المنافقين هذا مرض النفاق والعياذ بالله وأما مرض الريا والسمعة فهذا يعرض للمؤمن ولكنه يدفعه بالإخلاص لله عز وجل ويسلم من شره وتبعاته نعم أيضا تقول لي سؤال يتعلق بالسير على الطريق المستقيم كيف يعرف العبد بأنه أو العبد المؤمنة بأنهم يسيرون على صراط مستقيم والآية الكريمة تقول أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا المؤمنة يسير على الصراط المستقيم إذا تمسك بالكتاب والسنة وعمل بها وترك البدع هذا الذي على الصراط المستقيم أما المنحرف عن الصراط المستقيم فهو الذي يعمل بالبدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان نعم المرأة يا شيخ في آخر أسئلتها تقول التي لا تستطيع أن تلزم العلماء لطلب العلم العلماء الراصخين لتقوم بتبليغ الدعوة كيف يكون أخذها للعلم أولا الدعوة يشترط لها العلم يشترط أن المرأة والرجل التعلم أن يتعلم قبل أن يدعو أدعو إلى الله على بصيرها على علم يدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتيه أحسن وهذه لا يعرفها إلا العلماء فالذي يريد أن يدعو إلى الله لا بد أن يتعلم أولا ويدعو بعد ذلك إلى ما علمه الله يدعو الناس إلى العمل بالسنة إلى الكتاب والسنة هذا هو طريق الدعوة إلى الله ولا يجوز للجاهل أن يدعو إلى الله لأنه قد يحلل حراما أو يحل حراما أو يحرم حلالا وهو لا يدري ثم أيضا الذي يدعو إلى الله لا بد أن يسأله الناس عن مشاكلهم فإذا كان ما يستطيع الإجابة أو يجيب بجواب خطأ فكل الأمرين صعب فلا يتقدم للدعوة إلى الله إلا من كان عنده علم راسخ بما يدعو إليه وما ينهى عنه وذلك بأن يكون تلقى العلم عن العلماء أو أنه يحمل شهادة من كلية الشريعة أو من كلية أصول الدين فهذا الدليل على أنه قد تعلم في كلية الشريعة وصول الدين على العلماء أحينا إذن يسوغ له الدعوة إلى الله سواء تبرع هو بذلك أو كان معينا للدعوة من قبل ولاة الأمور نعم شيخ صالح هناك الحقيقة من الناس من لا يكون لديهم هذا العلم سواء في الشريعة أو في أصول الدين ونجدهم يتسابقون شيخ في إفتاء الناس والتعجل في الفتوى هذا حرام ولا يجوز لهم ذلك هؤلاء يضلون أكثر مما يهدون ويفسدون أكثر مما يصلحون فلا يجوز لهم أن يجيبوا على أسئلة الناس وهم ليس عندهم علم بالأحكام الشرعية نعم أيهما أفضل في الحج التعجل أم التأخر التأخر أفضل التأخر أفضل لأنه أكمل في المناسك ولأنه هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر صلى الله عليه وسلم إلى اليوم الثالث عشر نعم يقول في فقرة له أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله ما المعنى بذلك وما حكم صيام أيام التشريق أيام التشريق هي اليوم الثاني عشر اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه أيام التشريق تسميت أيام التشريق لأن العادة أنهم يشرقون لحوم الفدا والأضاحي على على الحصاء في ميناء يشرقونها للشمس لتيبس فسميت أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والله جل وعلا يقول فمن تعجل في يومين يعني تعجل في اليوم الثاني عشر وطاف للوداع وسافر فلا إثمع عليه ومن تأخر إلى اليوم الثالث عشر فهذا أفضل وأكمل وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم نعم صيام أيام التشريق للمقيم إذا وافقت لا يجوز صيام أيام التشريق لأنها أيام أكل وشرق وذكر لله ولا يجوز صيامها إلا لمن وجب عليه فدية القران أو التمتع ولم يجدها فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله قالت عائشة رضي الله عنها لم يرخص في أيام التشريق أي صمنة إلا عن دم متعة أو قران نعم شاب في حديث عهده في التخرج يقول ولم أتزوج ولم أحج بأيهما أبدأ إن كان عنده مال يتسع للزواج وللحج فإنه يحج ثم يتزوج أما إن كان ماله قليل لا يكفيه إلا للزواج وهو يخاف على نفسه من العنت فإنه يبادر بالزواج قبل الحج نعم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول شخص سافر إلى بلد وأراد الصلاة في مقر سكنه واتجه إلى القبلة لكن مع انحراف يسير فهل صلاته صحيحة؟ الانحراف اليسير لا يضر الصلاة هو صحيحة إن شاء الله نعم يقول خرج اسمي في البنك العقاري لكنني لم أحتج إليه فهل يجوز أن أبيعه لشخص آخر يستفيد منه؟ هذا يرجع فيه إلى النظام عند مكتب الحكومة التي تنظم هذا الشيء فيرجع إليه نعم يقول لدي مزرعة في عنيزة وهي تجتمل على الخضار والفواكه والطماط فضيلة الشيء هل على هذه الخضار والفواكه زكاة؟ ليس عليها زكاة في نفسها ولكن إذا بعتها وحصلت على دراهم منها وحال عليه الحول ويتبلغ النصاب فإنك تزكيها نعم يقول السائل إذا أعطى الأب ابنه بيتا ليسكنه وهو وزوجته الجديدة هل يلزم هذا الأب أن يعطي بقية الأولاد الكبار والصغار والذكور والإنان؟ ليس للأب أن يخص بعض أولاده بالعطية لقوله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك لما جاءه أحد الصحابة ليشهده على عطية أعطاها لبعض أولاده قال صلى الله عليه وسلم أكل أولادك أعطيت مثل هذا؟ قال لا قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم إلا إذا كان هذا المعطى فقيرا وأنفق عليه أو أعطاه سكنا يحتاجه ليسكنه لحاجته وفقره فلا بأس إذا خصه لصفة فيه دون غيره فلا بأس بذلك وأما إذا خصه دون صفة مسوغة فإنه يكون جورا التردد على المشعودين والسحرة فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان مسلما هل ينقص هذا من إسلامه؟ لا هو نقص في إسلامه فقط بل يكفر بهذا إذا ذهب إلى الساحر وسأله وصدقه فإنه يكفر بذلك قال صلى الله عليه وسلم أن أتى كاهنا وصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد والكاهن يشمل الساحر بل الساحر أشد فلا يجوز أن تذهب إلى السحرة ولا أن تسألهم ولا أن تصدقهم لأنهم كذبة لأنهم منحرفون عن الحق هو الله جل وعلا سمى تعلم السحر كفر وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة يعني الملكان فلا تكفر يعني لا تتعلم السحر فتعلم السحر كفر وتعليمه كفر والتصديق به كفر أيضا لأنه باطل نعم شيخ صالح لماذا تساهل الناس في وقتنا الحاضر؟ نرى الأسئلة كثيرة في هذا الموضوع ما الواجب على الدعاة والمصلحين تجاه هذا الموضوع؟ الواجب أن تبلغ السلطة عن وجود ساحر في محل كذا فالسلطة عليها أن تحقق معه وتطبق عليه الحد الشرعي حد الساحر يضربه بالسيف كما في الحديث فليس الأمر بالهي أن يترك الساحر يفسد في المجتمع ويترك من علم عن ساحر وجب عليه أن يبلغ عنه ولاة الأمور يبلغ عنه العلماء يبلغ عنه ولاة الأمور ليأخذوا على يده ويطهروا المجتمع من شره إذا أصيب الإنسان بسحر فماذا عليه من جهة القراءة؟ الواجب عليه أن نعالج بالقراءة والرقية الشرعية والأدوية المباحة وفيها غنى ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله فلا يعالج بالسحر ولا يذهب إلى السحر وإنما يعالج بالرقية الشرعية وبالأدوية المباحة جزاكم الله عننا وعن أمة الإسلام خير الجزاء الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء والذي أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء يتجدد اللقاء إن شاء الله أشكر جميع الزملاء الذين ساهموا في إخراج هذه الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة